بعد تطبيق تجربة التعلم عن بعد في المدارس الحكومية والخاصة فقد كانت مدارس كلية تيرا سنطا بعمان من بين أهم المدارس المتميزة في المملكة والتي قامت بإنشاء منصة طلبية للتعلم عن بعد أثناء جائحة كورونا ومن هنا التقت فضائية نورسات بالكادر الإداري والتدريسي في المدرسة وطلبت تقييمهم لهذه التجربة التي تعد الأولى في تاريخ المملكة أستطيع القول بأننا قمنا في كلية تيرا سنطا في خبرة رائدة ومتميزة في موضوع التعلم عن بعد مع بداية تعليق الدوام المدرسي اتفقنا مع بعضنا البعض مع المعلمين بأنه في هذه الظروف الصعبة الاستثنائية علينا أن نظهر لطلبتنا محبة وعناي متميزة أكتر لحتى نكون معهم داخل البيت أودا أشكر الجميع المعلمين الإداريين الطلبي والأهل على التزامهم الفائق فعلا هنين رائعين فادتنا هاي التجربة الأهل تعرفوا أكتر على المعلمين تعرفوا على عمل المعلم أكتر لأن انتقلت الحصص إلى داخل البيوت وأعتقد أنه صاروا بيقدروا أكتر كمان تعب المعلم لا يجوز أن يحل التعليم عن بعد أو عبر التقنيات والتكنولوجيا والإنترنت على محل التعليم داخل الغرفة الصفية بالمدرسة كي لا تفقد رسالة التربية والتعليم معناها نشكر الله نطلب من الرب أن يرحمنا أن يفتقدنا وتعود الحياة إلى طبيعتها لأنها نعمة من الله تعالى بصفتي ولي أمر لطالبة مرت في هالمرحلة هاي أنا بشوف أنه تم تنفيذ مشروع الإي ليرنينج أو التعليم عن بعد في كلية التراصنطة بشكل ناجح جدا 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 بعطي تسعة على عشرة أنا بكل المراحل اللي مرت فيها ما بعطي عشرة على عشرة لأنه ما في شي كامل هذا بس اللي بعتبره بحكي هذا كلام من منطلق مهني لأنه أنا إنسان مهندس وبشتغل في مجال التطبيقات البنكية والسوفتوير بشكل عام في الـ IT ما لي دخل بهالمجال كأي إيديوكيشن بس بعرف شو يعني تنفيذ وتطبيق برنامج زي هذا بياخد أشهر بياخد أسابيع على أحسن الأحوال في كلية التراصنطة إحنا وسطنا الرسالة بقبل نص الشهر نص شهر مارس إنه جاهزوا حالكم بعد يومين ثلاثة بدأ التطبيق 17 ثلاثة بالضبط بدأ التطبيق اللي تفاجأت فيه إنه عند التطبيق عادة بتصير فيه مشاكل بيسموها glitches صوفتوير وقع مش عارفين يدخلوا مش سامعين صوت بعض إلى آخره بس اتفاجأت إنه من أول يوم كانت الأمور واضحة جدا العالم عارف يتدخل بشكل عملي جدا وسريع الطلاب عم بتفاعلوا بشكل سريع المعلمين عم بيشتغلوا أو المعلمات عم بيشتغلوا وهم عارفين شو عم بيشتغلوا مش إنه لسه عم بيجربوا وبتستوا فبرأيي أنا مقارنة مع مدارس تانية بدون ذكر أسماء ومقارنة مع دول تانية حتى عندها إمكانيات مادية أكبر إحنا سبقنا كتير بالأردن بما يخص الأردن سبقنا كتير دول تانية حولينا وفي كلية التراصنطة أتوقع سبقنا مدارس تانية بآلية التخطيط، التنفيذ، رسال الأرشادات للأهالي ومتابعة الأنلاي إدوكيشن إدارية من ناحية المعلمين والهيئة التدريسية إحنا حاولنا ننظم رؤية كلية التراصنطة خارج الأسوار بحيث عن طريق استعمال منظومة الإيسكول هلأ إحنا كتحديات صابتنا إحنا ككادر تعليمي كيف نوصل المعلومات وكيف نوصل الدروس 100% للطلاب داخل بيوتهم هلأ هاي التحديات كانت قليلة لأنه أردي إحنا كنا الستاف كامل كانت ترين وكانت تحديات بالتكنولوجي أبل هيك لأنه كان خلال حصصنا أصلاً كنا نستعمل التكنولوجي بالحصص فكانت شوي عنا القفزة سهلة والقفزة كانت really we can easily adapt حتى نقدر نوصل للطلاب عن طريق الإيسكول هلأ بنفس الوقت الإيسكول سيستم في عنا كتير كانت تساعدنا هاي الفيتشورز منها نعمل ongoing assessment نقدر نبات سنت بولز نقدر نعمل نفس الوقت الكوزز فبالتالي كنا حاولنا نعمل عملية تعلمية كاملة للطالب داخل بيته هلأ أما بالنسبة لكبديل للتعلم التقليدي هلأ ما أظنه هو 100% بديل بس هو عبارة عن إيش عبارة عن alternative بالظروف الحالية بس الحمد لله لازم تكون دائماً التكنولوجي مع التعليم التقليدي دائماً side to side تطبيق تعليم عن بعض كان فيه نعمل مرونة والسهولة لأكثر من سبب منها أن المدرسة تطبيق إلكتروني مستعملون من سنتين وطلاب تعودوا عليه وهذا سهل حضور الحصص وتسليم الواجبات وإجراء الامتحانات والتعليم عن بعض أسهل من التعليم التقليدي بسبب مرونة موعيد الحصص وبشعر الطالب بالحرية والراحة كونه بتعلم من بيته بس التعليم عن بعض مش أحسن ومش الأفضل من التعليم التقليدي لأنه ما في مشاركة بين الطالب والمعلم وتعليم التقليدي يعود الطالب على الالتزام بالموعيد ويخلق جو من التفاعل الاجتماعي بين الطلاب أثناء توجودهم في المدرسة